سيد محمد بأسا النور سيدي أهلا وسهلا شكرا مرة ثانية اليوم نطق بالحكم في قضية ابنكم كيف استقبلتم هذا الحكم؟ وأخيرا بسم الله الرحمن الرحيم أولا وقبل كل شيء وأخيرا بعد مدة الأربعة أشهر التي كنا نتظر هذه الحكمة بفرع الصبر الحمد لله أخيرا نقطقت المحكمة الموقرة بهذه الحكمة التي تقبلناه الحمد لله بفرحة الحمد لله كنا نتشيل وكنا نتنسينا الحمد لله فضلي أنا كنت قبل قليل أسأل ياسمين بالنسبة للطرف الآخر وما أننا نتكلم عن المحاكمة العادلة الطرف الآخر كيف كانت مسألة تقبل لهذا الحكم؟ الطرف الآخر سأريد أن أقول لك الجزاء من جيلة العمل هذا شيء لك يستحق بش هذا المجتمع يطهر من هذا المجرمين اللي يعيشين معنا هنا وهذا شيء لك يستحق صراحة الله وهذا شيء لك يستحق يعني الهيئة التي كان عليها هل استطاعت أن تشفي غليلكم مثلا في فقدانكم في حجم المأساة؟ شفاء الغليل قلت لك الأخت بأن نحن ما زال في الحيتيات الملف ما زال مستمر ما زال سيزف في الابتدائي وفي النقد ونحن ما نتخلوش على الحق ديالي والدنا والشهيد والدنا ونحن متابعين مسترة وإن شاء الله يكون خير إلا سمحتي سي محمد واحد سؤال حس دا كل مرة فاش كنتي معنا في ديسمبر قلت إننا ما غنرتاح حتى نعرفه غيتحكم عليه بالإهدام إحنا حاولنا ناخدوا واحد الجواب من عند الافوكا ديالكم ولكن ما وصلناش معه لديتاي لكن يمكن تقولنا عليش تبنى الدفاع ديالو شنو هو التبرير ديالو لهذه الجريمة البشعة اللي هو قم بها الأخت بأن المجريمة ما عتارف بعد شي اللي كيامل هو ولكن شنو شكي يقول علاش در هكا واش خاطر يقول لك الأخت علاش در هيدا أرى هكذا شي فوق الإنسانية هو ما عطاش شي تبرير ما عطاش ما تطلبش منه يعطي شي تبرير وسمح لي إلا كانت ترحى لك شي سؤال قاسح في حال هكا وفعلا أنا ما كوش كانت سؤال أنا جلسة ما قدرس من ندخل لي لأني كأب ما قدرس من شبار نتمالك الشعور الإنفعال في ديالي ولكن نقول لك الجزاء من جيس العمل من قتل يقتل هذا هو السيمو أحمد بوشوف واحد سؤال آخر إلا سمحتي هذا سيد هذا عنده عائلة وعنده وليدين واش الوالدين ديالو حاولوا يتصلوا بكم بيك بالزوجة ديالكم حاولوا يستسمحوا منكم حاولوا يتقربوا منكم هذا هو الغريب في الأمر هذا هو الغريب في الأمر ما زال مستمرين في الوحشية ديالو وفي الطغيين ديالو في حالي زع من هم الله هم اللي مضلومين هذا منكر للأسف شديد سيدي شكرا جزيلا لك طبيعة الحال نحن نضامني معك كما نضامني معك سابقا ونضامني معك المجتمع ككل نتمنى وهذا هو الأهم نتمنى أنه ما يكونوش حالات أخرى ولا يقفش المجتمع على مأساة أخرى كمأساة عدنان الحمد لله الحمد لله هذا الحكم اللي ينتقل في هذه المحكمة الموقعة كي يزيد تقص المجتمع في المؤسسات باش هاتشي ما يتكررش وانتبه الله عز وجل ما هاتشي ما يتكررش السيمو حمد استنافقش إن شاء الله ما زال نحن نتبعين مسترحة إحنا في مستدار المحكمات تعطينا التاريخ وإحنا في بازال مستدار ولكن الحكم النهائي فوقاش غيكون عندكم ما عارف ما عارف ما عارف ما عارف الله يعاونكم سيدي والله ياخد بخطركم والله يبدل المحباب الصبر أمين شكرا بارك الله فيك لاحباك